السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخر والعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة والضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد لي جدد على القناة واللي قدام كان نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا للمشاهدة بسم الله انا عندي هنا يا ما طيش اللي غدي ندربها واحد من الصوص اللي كي يجي رائع وكي يجي جديد نقدروا هكا نوجدوا به الفيزا نوجدوا به جميع انواع المعجنات اللي بغينا بحالك نوجدوا به نوجدوا به هكا لباط على حسب الشنوغة توجدوا به كي طيب في الفران بسم الله هنا بعد ما صوتها كما طيشة وقطعتها كنديل شوية زيت العود شوية ديال الملحة بحال هكا نقطر على زيت العود والملحة وكنديل شوية ديال تومة بودرة هكا نرشع لها من الفوق وغدي نضيف عليا شوية ديال الزاتر هنا بعد ما ضحت عليا الزاتر غدي نجيب هكا فلفلة عندي هاد الفلفلة الصغيرة او اي نوع من الفلفلة كينا عندكم لانك تنسمها وفي الأخص هكا الفلفلة الحمرة انا عندي فلفلة صغيرة بحال هكا اللي يسفروا الحمرة ودخلتها الفران على درجة الحرارة 180 حتى كنت طيب 21 دقيقة صافي الفلفلة ديالنا غدي نعزلها حتى نحيد من هذه الزريعة من الوسط هنا بعد ما حيت الزريعة حيت تعفوان الفلفلة هكا شفتو معي المطاشرة القاتل المديا لها نضيفها هكا في واحد الهشوار كنزيد على واحد الفصل نضيفها ونضيفها ونضيفها صافي هنا كنستمر عليه حتى نصفيها يعني ما كنحتاجهش نعود نطيبوها اراهية شوية في الفرانة ونسمى الديدة صافي بعد ما نصفيتها بحال هكا نضيفها على الجنب ثم شفتو معي المطاشرة القاتل المطاشرة بحال بكارة نحتاجها في ضبها تبقى عندنا في المجمد او في التلاجة سوف نضيفها هكا شوية الكفتة شوية القصبر المعدنوس وشوية البصلة عندي واحد الفصل ديال التومة وكندير الملحة كندير شوية الكامون وشوية البابريكا او تحميرة شوية سكينجبير سوف نضيفها 200 جرم الكفتة هنا عندي 200 جرم فقط هنا سوف نصوب بيزا بدون دقيق ابيض بدون ثينو يعني كنديرها كالجلدي كنصوب الكفتة كنوجدها سوف نضيفها فارينة نضيفها الفارينة اللي كانت لدينا فارينة 500 جرم فارينة نضيفها زيت البدية او زيت زيتون وحجج معالق نضيفها زيت زيتون بودرة شوية السشونية او الفلحة الرام طحونة. ونعجن هكا بالحليب. كيف ما قلت لكم الدرس مع القادية الخميرة الفورية. بعد ما قلت نغرب لهاكا في الدقيق. وتحذف لي هكا الفيديو. هنا قد ندر هنا يجوش بيتزات. وبدون دقيق ابيض يعني صح اياما نخافوش منها بحال هكا. لي متى ياكلش هكا الفورس. متى ياكلش دقيق بحال هكا دي المتاجير. يعني كايدر شي حاجة دي الضار. صفي هنا اخذت معنا ميتين مليلطر ديال الحليب. باش عجنتها. وكنزيد ندلكها شوية بحال هكا. ما تندلكهاش بزاف يعني ضغية كن نجمعها بحالكا. صفي ونغطيها كنخليها تختامر. كنعطيوها وقتها هكا حتى كي تضعف الحجم ديالها. وغادي نغطيها. ونخليها تختامر. هنا رخضت معي واحد ساعة دي المقانة لانني ما قويتش هكا الخميرة. ان الوقت شوي هكا الجو بدك يسخن. إلا لقينا الجو سخون ما نقووش الخميرة. صفي ما بعد ما اختامرت. سوف نحيد منها هاد الهواء اللي فيها. ونقسمها هكا على جوج. كندل بها جوج بزات. صفي كان نكوو رمحل هكا على شكل الكويراس. قد نخطيهم. هنا يخليتهم حد خمسة دقيقة صفي وكان بدك ننزلها. كان بدنا نقرس. وهنا يكن نقرس بالقمح الكامل بالنخالة دياله. سوف نقوم بتدلق. كان نطلقها هكا بتدلق. قدم ما اطلقناها وكانت ترقيقها قدم ما تجيه زيانة. كان نخليه الجوانيب ما كان نضغطوش عليهم بساف. كان نضغطو عليها من الوسط ديالها ضروري ما نضغطو عليها. صفي كان نضغط عليها هكا من الوسط. وكان نخلي الجوانيب. كان نضغط عليها فوق ورق الزبدة. كان نرققها هكا من الوسط ديالها ضروري. سوف نقوم بتدخل هكا الفران. وكان نضغط شوكا او فورشيت وكان نضغط بها مزيان. سوف نجيب هاد لصوص اللي صيبنا. هذا راح ساهل وبحلقه نحتفضو به ونخليه بحلقة تف المجمد إلا عندنا بحل هكا القوام ديال ما طيشة كينا ما طيشة كثيرا. قدروا نصيبوهم ونخليوه المجمد. او كنديرو ديال يومين تلت يام كد جينا هكا ساهلة. سوف نجيب شوية الكفتة. الكفتة تبقى خسيارية. سوف ندير لكم واحدة بالكفتة واحدة بلاش. هذي سوف ندير فيها هكا الكفتة. بحلقة الناس اللي ما تياكلوش للحم راهتهم يقدروا يديرو البيتزة بحل هكا. سوف نجيب فرماجا عندي هنا يا المنزاري الله. نغطيها. لان هكا يلا عندكم الفران ديال دو. تقضروا تضابيته بحلقة لانا فرفارة. سوف نقوم بذيق كفران ديال القاز. يمكنك طيبه وضروري ما تطيبه فاكا البسطيلة في اللول خاوية. كطيبه عنص طيبة باشك تحطيها لها بحلقة هكا. اللاعثوص وهذا. ندير فلفلة ندير شوية الزيتون. نقوم بذيق الزيتون قطع. نزيت مزيد الفروماج من الفوق او الجبن. نعمرها كالجوانب. سوف ندخلها الفران على درجة الحرارة مئتين وعشرين. وغادي نجي نصوب الخرى. حلقة احتها هي كنتقبها. كندير لصوص. وكنسرحها كف نخلي الجوانب. كنسرح الوسط ديالها. واحد المعلقة. نزيد شوية ديال لصوص. كما قلت لكم إلا كان الفران ديال الغاز ضروري ما تطيبه شوية ديال طيبوها شوية لباطية اللولة. سوف نسرحها كالفلفلة رقيقة كنزيد القرهة. حتى هي كتجي كتتواتى مع مع الفلفلة وكتجي في البيتزا زوينة. كنعمر عليها بحلقة بالفلفلة. غادي نزيد شوية زيت البلدية وزيت الزيتون. كنقطعها على هكما الفوق. كندير شوية ديال الزعتر. وشوية ديال الملحة. كنرش على هكما شوية ديال الملحة. صافي وكندخلها. الفران كتطيب نصف طيبة. عدا باش غادي نرجع. باش غادي نضيف عليها هكما الفروماج. هنا كنجيب واحدة القرهة اللي كتكون معاقمة بحل هكما. وكنضيف فيها بحلقة. كتكون محكمة للإغلاق. كنسدها زيان كندخلها للتلاجة يعني كندير بها مرة اخرى. هنا البيتزا ديال اللي وره هي طابت. ثم اشوفتوكي فيش كتجي. الثانية غادي نزيده فيها غادي نعمر عليها هكما الفروماج. كنديرها الفرماج الأحمر. هناخدت معانا عشرين دقيقة. وكانت موجودة البيتزا ديالنا. كتجي رائعة. وكتجي لديدة. وجربوها وارطو عليها بهذا اللاصف اللي كنطيبو بحل هكا. كتجي من ارواع ما يكون. نحنج بدنا البيتزا الثانية. كنزيد عليها كيف ما قلت لكم. الفرماج الأحمر. كنتدخل حتى هي الفران. هذي راه طابت. نصف طيبة. ندخلها الفران حتى كيدو بحل هكا الفرماج. سوف نخرجوها. وحل خمسة دقائق هرها كافية. لان البيتزا طيبة. وما تنسوش إلي عجبكم الفيديو. ما تنسوش شاركو في القناة. وتضغطو على الجرس بش دائما ان شاء الله تتوصلوا بجديد. اللي يجدد على القناة. والإقدام. كنقول لكم شكرا عن دعم ديالكم. شكرا عن المشاهدة. وعلى التعاليق الزوينة اللي كتحطوا ليها. وقد نخليكم مع الصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.